كما وجه رئيس السيسي تحية لأرواح الشهداء والمصابين ممن ضحوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن مشيراً لأن جهودهم وبطولتهم ستظل دائماً في الذاكرة وتحية أيضاً مملوئة بأسمى آيات التقدير والاعتزاز إلى أرواح الشهداء تلك الشموع المضيئة التي اختارت الخلود في السماء على البقاء في الأرض وإلى أسرهم التي عانت وتحملت فراقهم من أجل الهدف الأعظم وهو بقاء مصر مرفوعة الرأس ولكن تبقى مصر هكذا ولكي تبقى مصر هكذا لابد أن نستحضر الروح التي بثها فينا أبناء الوطن الشرفاء